مرحبا بكم في الدرس الثاني اليوم سنتكلم عن الفرق بين يعني 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 الفرق بين هذان فعلين أولا أتهبغوف أتهبغوف معنى احتاج هذا فعل أتبغوف استخدم وهذا أيضا فعل مثال يعني يعني كتابا عندما أتعلم الدنماركية هنا هابغوف وهنا بغو بغو هابغو ف بغو مثال آخر يعني 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 هونه يعني 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 أنا أستخدم مساعدته عندما أعمل هنا هابوف أحتاج وهنا برو أو يابرو أستخدم يعي هابوف أحتاج يعي برو أستخدم كل هذه الجمل في الهادر نتل هنا كتبت الكثير من الأمثلة أولا الفعل أتهابوف أحتاج أتهابوف المهم مكتوب في الحقيقة أتهابوف ولكن عندما الدماركيون يتكلمون اللفظ حكذا أتهابوف يعني قصير أتهابوف ولكن في الكتابة لازم أنكم تكتبون تكتبون أتهابوف 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 أكي مثال الأول يَيْحَبُ رُو فَيِنْ بِنْ يَيْحَبُ رُو فَيِنْ بِنْ يعني أكتاج إلى صديقين يَيْحَبُ رُو فَيِنْ بِنْ دُ هَبُ رُو فَمَيْ أَنْتَ تَحْتاج إلى جَى دُوْ حَبُّ فَمَيْ هن حبرو فى يلب هو يحتاج إلى مساعدة هن حبرو فى يلب هن حبرو فى هم هي تحتاج إليه هن حبرو فى هم وي حبرو فى هنان نحن نحتاج بعدنا البعد يحبرو فى هنان يحبرو فى التالى هن حبرو الفي يحبرو فى التالى يحبرو فى فى خلية يحتاجون田 على أكثر منهم قول يحبرو فى خلية understand إن جاء Americans فعل أو أسدقkraft أسدقف خطي أن أسدق مع القضا أسدقف خطري أن تسدق أعلاق بالمملكة أسدق ف Rachel أسدق من 결과 han bruger en masse tid på at läre dansk han bruger en masse tid på at lære dansk hun bruger for mange penge hon bruger شكرا لك أردت الأحباني وسأخذ التالع من التأخذ من التأخذ من التأخذ وي أردت الأحباني أردت الأحباني احسابه من خبرك هم لا يستخدمون فيديوهاتي بقوة إيج من فيديوه حاولوا الترجمة هذا الجمل إلى الدنماركية وبعد ذلك سنسحهها معا أوكي الجملة الأولى أحتاج إليك كيف بالدنماركية؟ يعي حبو فضاي أحتاج إليك يعبو فضاي الثاني أحتاج للمساعدة أحتاج للمساعدة يعي حبو فيلب الثالث نحتاج قواعد نحتاج قواعد قواعد في حبو فغيلة يمكنك استخدام دراجة للمساعدة 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 أحتاج 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 للمساعدة